وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله لا شك أن العرفة له اعتبار شرعي كبير وذلك عندما لا يخالف نصا شرعيا ولا يؤدي إلى مفسدة وتتحقق من خلاله مصلحة فإذا تعارف الناس على شيء فيه مصلحة لهم ولا يؤدي إلى مفسدة فإن الشريعة الإسلامية تقر هذا العرفة وتنظر إليه بعين الاعتبار والأمثلة على ذلك كثيرة كالكثير من العادات والتقاليد التي يرعيها الناس في حياتهم وليس فيها ما يخالف الشرع كما أن العرفة له اعتبار في فهم بعض النصوص كالعرف اللغوي عند علماء اللغة على سبيل المثال لكن من المهم أن نفرق بين هذا العرف الذي له اعتبار شرعي لما فيه من مصلحة ولا يؤدي إلى مفسدة وبين التقليد الذي يعيق التفكير ويمنع النظر ويحجب عن صاحبه الحقيقة التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ولا دليل ملزم وهو مأخوذ من تقليد القلادة وجعلها في العنق عندما نقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أن جوهر المشكلة بينهم وبين المعارضين لدعوتهم ليس ما تحمله دعوة النبي من أفكار ومعتقدات جديدة وإنما هو التقليد ودعوتهم للخروج عن المألوف الذي ورثوه عن الآباء والأجداد وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وتبين كتب السيرة النبوية أن هذا الأمر كان جوهر المشكلة بالنسبة للمشركين في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم برأيهم يسفه أحلامهم ويدعوهم إلى ترك دين آبائهم وأجدادهم ولذلك كان المشركون لا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ولا يردون حجته بحجج مثلها وإنما كانوا يتهمونه في فهمه وعقله فتارة يقولون ساحر ومرة يقولون شاعر وأخرى يقولون كاهن أو مجنون التقليد والجمود يأتي من طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان حيث تفرض البيئة المحيطة على الإنسان جملة من المبادئ والقيم التي تسهم بشكل كبير في تكوين شخصيته وسلوكه فينشأ على هذه القيم والمبادئ وتصبح جزءا منه دون أن يكون له فيها رأي ولا اختيار كما يفرض عليه العرف مجموعة من العادات التي تتحول إلى قيود تمنع الإنسان من التفكير أو تشكل حدودا يقف العقل دونها باحترام وأحيانا يضفي عليها نوعا من القداسة والتعظيم ولذلك فمن الملاحظ اختلاف أنماط التفكير باختلاف البيئة والمكان الذي ينشأ فيه الإنسان وقد جاء الإسلام ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وهذه الأغلال هي عادات اجتماعية فرضها العرف وقدسها العقل حتى أصبحت عائقا أمام التفكير وحجبت عنه نور الحقيقة ومن هنا فالمسلم ليس إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ويعيش بمنطق الشاعر الجاهلي الذي قال وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساء فلا تظلموا اشتركوا في القناة